بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الثاني والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى بعد أن فرغنا من تفسير الآيات الثلاث من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية إلى قوله تعالى فلن تجد له سبيل نريد أن نذكر ما يظهر لنا من فوائد هذه الآيات وأحكامها فيوخذ قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها يوخذ من ذلك استحباب البداءة بالسلام عند اللقاء لأن ذلك يزرع المودة في قلب أخيك إذا لقيته وبششت في وجهه وسلمت عليه بتحية الإسلام فإن ذلك يزرع الصلة والمحبة في القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفس السلام بينكم ويوخذ منها أيضا وجوب رد السلام بمثلها وأحسن منه مما جاء في الحديث بأن يقول السلام عليكم فيرد عليه ويقول وعليكم السلام ورحمة الله أو على الأقل يقول وعليكم السلام وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يرد عليه ويزيد ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويوخذ من هذه الآيات فوائد إفشاء السلام فوائد افشاء السلام في أنه يزرع المودة في القلوب ويؤنس المسلم عليه ويؤمن أيضا يؤمن الخايف ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة فالسلام فيه أمان إذا سلم عليك فإنه يكون ذلك أمانا يوخذ من الآيات أضرار ترك السلام لأنه يسبب الوحش في القلوب والتنافر بين الناس وحمل الحقد وإذا لقيك ولم يسلم عليك فإنك حينئذ يكون في نفسك أسئلة لماذا لم يسلم ويكرهني بلغه عني شيء إلى آخر فإذا سلم زالت هذه التساؤلات وأيضا إذا فقد السلام فإن ذلك مما يسبب الوحش بين الناس ولذلك ما أحسن هذه الكلمة وهي شعار المسلمين ولله الحمد ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يكفي عن السلام لفظ آخر كان يقول صبحك الله بالخير مساك الله بالخير حياك الله أو ما يشبه ذلك هذه لا تكفي الاقتصار عليها لا يكفي عن السلام لكن إذا سلم ثم قال صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير أو حياك الله أو دعا بأي دعاء فهذا زيادة خير لكن لا يقتصر على على كيف أصبحت أو كيف أمسيت وما أشبه ذلك يوخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يحصي على العباد أعمالهم ويجازيهم بها إن الله كان على كل شيء حسيبا كان ولا يزال سبحانه وتعالى فكان تفيد الاستمرار فهو سبحانه وتعالى يحصي أعمال عباده وأقوالهم حسنها وسيئها ويجازيهم عليها يوم القيامة يوخذ من الآيات الوعيد على من ترك رد السلام أن الله سيحاسبه عن ذلك لأن الله لما أمر بأن يحيى بمثل ما يبدأ به المسلم أو أحسن قال إن الله كان على كل شيء حسيبا فهو سيحاسب الذي يبخل بالسلام ولا يسلم على أخيه سيحاسبه الله يوم القيامة أو الذي لا يرد وهذا أشد فالذي لا يرد السلام ويكون ذلك منه من باب الهجر لأخيه أو من باب أو من باب سوء الظن به هذا ترك واجبا يعاقب عليه ولهذا قال جل وعلا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن يعني هذه الكلمة لست مؤمنا هذه لا تقابل السلام عليكم فيها إساءة ظن بمن سلم وهذا أمر لا يجوز وفيها أن الله هو المستحق للألوهية وحده قال تعالى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه وكل من عبد من دونه سبحانه فعبادته باطلة ويشرك بالله عز وجل يوجب يوجب الخلود في النار ويمنع يمنع المغفرة عن المشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالألوهية وهي العبادة لما هي حق لله جل وعلا وهي التي خلق الخلق من أجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي هذا رد على عبدة القبور والأضرحة والأولياء والصالحين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة فالذي يقرب إلى الله زلفة هو العمل الصالح وهو الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى وابتعوا إليه الوسيلة وليست الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق في قضاء حوائجك كأن الله سبحانه وتعالى لا يدري حتى يبلغه هذا الواسطة التي جعلته بينك وبينه أو كأن الله لا يريد الخير لعباده إلا بالواسطة فهذا سوء ظن بالله عز وجل فقوله تعالى الله لا إله إلا ويبطل عبادة كل ما عبد من دون الله سواء كان ذلك في الجاهلية أو في الإسلام فالذي يعبد الله يعبد غير الله جل وعلا مشرك كافر ولو كان يدعي الإسلام لأن شركه يناقض دعواه يناقض دعواه هو الكلام على الحقائق لا على الادعاء هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته